دي اناي مساء الخير بعد اكتر من اسبوع على اعادة فرض العقوبات الامريكية على ايران كيف يقارب النظام الايراني تأثير هذه العقوبات هذه المرحلة من العقوبات التي بدأوها في الخامس من نوفمبر اثبتت انه لا تأثير لها مطلقا على اقتصاد البلاد وطبعا هذا انتصار لايران الصامدة الصابرة ايران القوي ايران اللي عندها اكتفاء زيته وقادرة تسكر عحالها تبقوا وتعيش من دون ما تعوز اي شيء او اي حدا لا يوجد اي تأثير للعقوبات الامريكية على الاقتصاد الايراني مثل ما اكد الرئيس الايراني حسن روحاني اللي بضيف التالي الكلام بان امريكا لا تسعى للضغط على الشعب الايراني وانها تضغط على النظام والحكومة غير صحيح نهائيا الادارة الامريكية اثبتت انها تستهدف الشعب الايراني بافعالها ما نشوها حزورة او مؤتمر صحفي ما فهمتها كيف يعني العقوبات ما لجنس التأثير على الاقتصاد بس الايرانيين الشعب الناس بلشوا يصفرنوا من الجوح كيف اذا ما في تأثير على الاقتصاد كيف رح يتأثروا الناس انه المارينز رح ينزلوا يبعثوا كوماندوس ينهب الخبز من بيوت العالم يسرق خزنات المصاري يعني يا العقوبات الى تأثير والناس بديه تتأثر يا العقوبات ما الى تأثير والناس ما رح تتأثر ما في انه عقوبات عن نفط المواطني الايراني عنده بير نفط ببيته ما رح يقدر يبيع لك ما زابطة في حدا يشرح منها اكتر قال نائب قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي ان ايران يمكن ان تزدهر في ظل العقوبات ان ايران يمكن ان تزدهر في ظل العقوبات لك اللي ما عنده حسين سلامي يشتري حسين سلامي متفائل منذ الطفولة من هو صغير عنده تصريحات بدي حلم ربنا مثلا هيدا صبق هو بزيته صبق وقال لك لدى ايران تقنية صاروخية لا توجد في الولايات المتحدة وروسيا اكيد بكون خلصة مدتها لان من شي كم شهر طلع معه انه جبهة المقاومة في الجولان ستسويت الابيب بالارض لو اعتدت اسرائيل واسرائيل ما في شي عم تعمل اللي عم تعتدي رايحة ايجي يعني كمية التفاعل تبعه والايجابية شغلة فرجة الرئيس روحاني تواضع شوية على الالية قال لك ما في تأثير العقوبات قال انه الناس رح تنلوئ من الشوع بس كيف صبطت معه ما بعرف ايش يا حسين سلامي اخدك عم طرح تاني طلع انه العقوبات مطلب ايراني عشوية الليل انا تؤدي الى الازدهار خلعك نظرية بل الاقتصاد ماشي يعني وادمنوا متفائل وطاقتوا ايجابية بتعمل اشعاع بشع على الاخرين قاطر وراء جيوش من المتفائلين امريكا الان في الحقيقة لا تتراجع فقط مقابل ايران ولا تتراجع فقط فيما يتعلق بموضوع الطاقة امام اسمن دول الان الاقتصاد الامريكي منهار ولكن يحافظ على في الحقيقة ما الوجه بالفقاعات الاقتصادية والبالولات في الحقيقة المالية مش بس ايران ستزدهر بسبب العقوبات لا بل ايران already مزدهرة وامريكا هي اللي عم تتراجع وتفلس وتعيش على الفقاعات وكذا من؟ من اي ايران هاي دي اللي بدت تزدهر فورن بوليسي طرى نقلا عن خبراء انه كلما اشتدت العقوبات الامريكية استفاد الحرس الثوري واصبح اغنى هذه القراءة مبنية على وقائع فمع العقوبات يزيد التهريب وتزدهر السوق السوداء وفي هذه المجالات الحرس الثوري يبقى سيدها يديرها ويستفيد منها في مجالات النفط والنقد والادوية وحتى المواد الاولية والاساسية ليصل الى الاتجار بالمخدرات وتبييد الاموال عبر شركات وهمية هك شي تاني يعني حسين سلامي رح يزدهر حسين وجمعته بالحرس هو اللي يزدهروا ما فيه مشكلة هاي يزدهروا على الاخير وقدما ايران رح تزدهر ليك شو عم بصير كشفت وكالة رويترز عن اتفاق ايران مع العراق يخضي بمبادلة منتجات الاغذية العراقية بامدادات الغاز والطاقة الايرانية موضحة ان هذه الاتفاقية جاءت بعد العقوبات الامريكية على تهران بسبب برنامجها النووية ونقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين كبيرين في لجنة الطاقة الوزارية قولهما ان بغداد تسعى بالوقت الحالي للحصول على موافقة الولايات المتحدة لسماح لها باستيراد الغاز الايراني المستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد ازدهار ازدهار بعد كل الخراب اللي لحق بالعراق من سنة 2003 لليوم بعده قادر يطعم ايران اذا جاعت ايران المزدهرة واللي مفارق مع العقوبات واللي سابقى امريكا اقتصاديا رايحة تركب مشروع الغاز مقابل الغزاء مع العراق لا تقدر تعيش تخيروا العراق المنهك المدمر اللي مشاكله اكبر منه عم تفتش فيه ايران عن مخرج من العقوبات وبرجع بطلع السلامة بيخبرك عن ازدهار مع السلامة الى اللقاء اشتركوا في القناة